صباح الخير او موسيقى الخير يا برج العقرب. اه القراءة المعارضة للاعاطفة المعارضة في الطاقة العنفة. برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الخريك ممكن. اه بمتشايف كده. اه ونقدم لك اه حد نقدم لك عموما يعني عرض ممكن يكون عند خط جديد او عرض مصلحة. ولكن انت زعلان قوي 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 قوي. وقعد تحت الشكرة وبتشتهنت للكبات. مش عارف انت تجننت ولا ايه برج العرب. اه برج العرب على فكرة برج يعني هو صريح لدعيته والقبر ولكن اه والله حساس جدا 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 جدا. وبيحب قوي اللي يحبه يعني. المهم ان انت زعلان قوي ودكرت والله بيشوف اه لان برج العرب انه عني ده قوي. متمسك برأي قوي. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا. وامش شايف حاجة عموما وعموما بتدور على على كوباية فرضية هنا. اه صوري كوباية مش موجودة. وفي عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز تقوي. اه برضو هنا نفس الكارت برضو. اه حد مقدم لك حاجة. حد مقدم لك ممكن يكون دي تقتك ودي تقت الشريط. هو مقدم لك عرض ممكن يكون عند خط بالزبط. وفي عدالة في الموضوع عايز يعمل اه عدل في الموضوع. او يرجع العلاقة مرة تانية. ولكن انت اه تعبان قوي وبتقول له امشي بقى اه كفاية بقى. كفاية كده عمر اللي راح. وعمل اه تسمع في اه برضو تمن عشور. وانجيت على قرامة كتير بقى والحالة والعصالات تشتمع. طب مجال الشريط ايه. عدد اه. امم. بقى انت مش هيل منه او يا برضو العارة. مش هيل منه. ان شكله كده عمل فيك حركة مش هلوة. ممكن تكون اكتشافت انه فيه طرف تالت في العلاقة. اه ومش طرف تالت. ميكون فيه تلاكسيوف كده بقى ممكن تكون خيانة او مرضو مش خيانة بيكلم حد بيعرف بنات كده يعني بتعرف ولاد عشان تنشي على الشخصية يعني. او بتشافت ان فيه حد بيكلم حد وخلاص. طيب اه برج العقرب اه شريك مشاعره حلوة قوي. وبيحبك. وامم شايفك انت اللي صليزي بتاعه. وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة اللي في حياته. ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا. هو اه مازال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة. واعتقد ان هو فعلا ما قدمك عرض مصالحة لان انت قلبك مكروحة اوي منه. وبيقول لك نتيجة بقى ان راجع المال ما جريها بقى برج العرب. وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني. وامم متمثب برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. لو تتعامل مع حدا من برج الاسد. ممكن. او برج مائي برضو زيك. او هوائي. اه مائي برضو هناك. طيب. اه انت بقى يا برج العقرب. اه قلبك مكروحة اوي 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 اوي. وامدمان على العلاقة ككل. وامدمان بقى على اي حاجة حصلت. اه يعني لو كنت اه بتديره لو كان محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام انت ندمان على المنديل ده. وبرج العرب اصلا افراد. انا امر في العرب. انا يعني لو قلت روحين ازايك باندم. باندم والله لكم انت ازاي كده. صوابعي تابت في الكتابة على باندم على العقس. وبعده وكتب ازاي كده انا ندمان. فانت ندمان اوي وعندك حصلة شديدة اوي من العلاقة. وشايف ان هي علاقة فشلة. وانت يعني يقولك ما خرجتش اللي بآ يعني اللي طبت بلح مش عارفة بلح اليمن او اللي لانها مش رام تقريبا من مستار كده صح. اه فيعني الكرتين مش لها بعض خالص. اوه شايفك ان انت بداعه لانه مقدم لك عرض تانا اهو. لما انت مسك بيك اوي يا برج العرب. ده مش صعيب. مش هيسيبك اصلا. ده راجع وتقريبا جينيس اتقى يعني مش مش بيهزر معك. لانه هو اهو بس حتى الكروب جيه ورا بعضا. اهو. يعني ما ماخدش كارت رابع بس هي جات زي انه هو بوز الدنيا. اه في خناقة حصلت بينك واللحاجة او او شاعر بانه فعلا 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 اه عمل حاجة انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك او وصل لك اقبال ان هو بيكلم حد عليك. وآه وسبت العلاقة. وآه قلت له شكرا اوي على كده. ومشيت فهو راجع بقى يقولك لا ما تفدنيش. والله انا ميجرد ولا سوى. والكلام ده بقى كتاب ده. ودعاله وآه بس انت زعلان منه اوي اوي اوي. ومتقلم منه اوي اوي. لكن هو شايفك ان انت السلمي بيكلم. وآه نفس الكوباية. وآه يعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنت مديله حب جامد اوي. اوي. وآه مديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برد. او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت. مشيت وسيب. بس آه بس آه بس. هو شايف ان انت كنت تتجيله وكان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي برج العرب. هو شايفك ان انت آه شخص عنيد. وآه متمسك برأيك اوي. وآه متكبر كمان. وآه هو شايفك كده بقى عشان ما تقولت حاجة. بس هو صح يعني انت بتاعنا متمسك برأيك اوي. وتقريبا آآ عايز تدسل قدام وتسيبه. وآه اديت له ضهرك. وآه بصص له قدام وسايبه خالص. وآه خلاص بقى. له مش عايز منك حاجة وانا هستطر الواحدي. وهبقى الواحدي وسيبني في حالي بقى. ده سمحت. اللي انت فعلا رفض العرض بتاعه. رفض عرض المسالحة. طيب آآ انت شايفه ازاي? انت شايفه لو بتتعمل مع مرج الاسود طبعا. انت شايفه شخص آآ اعتقد يا برج العرب هو شخص آآ برضو برضو في صفة اللي عنده. وآآ شخص متحكم قوي. ممكن يكون آآ كان بيخنوقك في العلاقة. وآآ كان مسك عليك قوي. آآ وشخص آآ بيحب يتحكم في القدام. بالمعنى التاني يعني. آآ بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معنا. آآ متحكم قوي. شايفه متحكم قوي 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 قوي. وممكن كمان آآ تكون شايفه انه هو آآ ما بكش المشاعر اللي انت تسيحقه. يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيدي لك نص مسلا. حاجة. بيدي له مسلا تكلمه آآ مردين تلات مرات في اليوم هو لما يجي انت تنتظر المكلمة منه وما يكلماش. او انت اللي كنت بتبدأ بيه. شايفه ان هو شخص متحكم وشخص آآ آآ بيقافل قوي 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 على نفسه. مش قافل على نفسه يعني من عازل. لا بيقافل قوي على حتة ان هو ما يديش لحد مشاعر. قافل على مشاعره قوي. او متحكم فيك قوي قوي قوي. مهم ان او شخص متحكم وعنيد. وبيحكم رأيه. وآآ غيور ممكن يكون غيور كمان كان جديرة عليك قوي قوي قوي. شاف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كثيرة. لان انت مجروح علبك قوي منه. قوي يعني. وبحصره وندم بيه. ولكن هو ما يعني انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كنا. لانه يعني عارف انت لما تقفل معاه تقول له يمشي من هنا لها ومتجيش هنا تاني. فا يقولك لا انا والله ما اسيبك يا انا محبك. اه اه انا برج العرب بيبحك عن نفسه برضو ساعات ويقول ايه? يقول لا انا همشي من علاقة وهو لا. هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه? هو راجع لو انتو بتتكلموا مع بعضه وما فيش فرق ولا حاجة. واعتقد هو ما فيش فرق. هو وعمالي كلمك دلوقتي. او هيكلمك. وممكن يكون دي تاني عارضي يقدمه او طالت عارضي كمان. او بيزن عليك. لانه زنان اوي. زنان وما بيبقس على فترة. ما بيبقس. شخص ما بيبقس. اه اه كل ما هتجي تقول له. انت جرحتني. واضطعطي في قلبي. وتريبتل معاك قوي يروح مدافع عن نفسه. اه يدافع عن نفسه. وهيقولك لا والله ده انا بحبك اهو. استنى بس استنى بس انت رايح فين. خد بس ما قولك اينا ده انا بحبك. انا 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 غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او او انا مش عايزك تكلم حد غيري. وبتاعه لكن انا بحبك. اه او انا بحبك عموما يا عشان ما تقول لا دور بانك نزهرش. اه يعني اهم هو شخص اه باقي عليك قوي يا برج العرب قوي. ومش ناوي لأ. مش ناوي يمشي. مش ناوي يمشي خط. وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي. انت بقى ناوي على ايه? انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية. انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الظهر يا برج العرب ان انت اه اديته كتير قوي. قوي. وديته اكتر ما هو الدك. فلزلك انجرحت. وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي. بالزبط كده. عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بعد ما كنت تديله العشر كوبات مثلا هتبدأ تديله مقابل كل كوباية. هو دالك انا هدي كوباية. هتلمني اه كلمتني النهار ده هكلمك. اهتمت بي هتم بيك. غير كده لا يا عم. انا تعلمت الدرس. انا انجرحت منه خلاص. تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العرب. واه هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هادفع نفسي وقولك لو والله انا بحبك وبتاعك على نرجع. فلو هترجع تعمل توازن في العلاقاتي. وناوي انت اللي تعمل توازن ده. ناوي تقول له بقى. انا اقشوب بقى هتخلني اخورة. لا طبعا يعني الخيانة متبقاش قصودين الخيانة. ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب. وتقول له زي ما انا بديك. انا كمان هاخد ومش هسبت المرة دي. طيب هو شايف العلاقة ازاي. هو بصراحة يعني العلاقة حلوة. هو ان هو خلاف اه على حاجات فعلا يعني بسيطة مش مش حدا صعب يعني. اللي لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف تالت في العلاقة. ولكن لو اكتشفت طرف تالت فاعرف ان الطرف التالت ده طرف وهمي. بيبسالة دي. انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك اه شخص اه متحكم وشايف نفسه شوية. ممكن يكون اه بيشتغل اه اه حاجة اه مسلا اه مشهورة عالسوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وابيحب يتكلم نفس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فترة. يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنه. طب هو شايف العلاقة ازاي وشايفها علاقة جميلة قوي. وعلاقة فيها زكريات كتير. اظهر ان انتو فعلا بقالكم كتير فترة مع بعض. وفيها زكريات حلوة قوي. وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد. ما يقدرش يبعد عنك. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك. برج الاسد عموما اللي ما بيحبه ما بيسبش. فهو اه شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك. اه 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 انت الشخص المناسب ليه. الشخص اللي بيحسسه. اه بالزبط كده الشخص اللي بيحسسه بان هو اه اه طفل. طفل. اه بيتعامل بطبيعته معاك. اه بيحس بالحنان في العلاقة دي. انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل. واه اديته مشاعر جميلة قوي قوي قوي. خسيته الاحساس ده. خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة. مليانة كبات فيها ورد. مش كبات فضية. دي فيها ورود. وفيها مشاعر. العلاقة دي مليانة مشاعر. عشان كده هو حسس بان انت انت السلمي البتاع. انت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهول او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا. انت رقم واحد يا برج العرب. متخافش. متخافش اللي يعني. انت كمان شايفه انه هو بداية حلوة. وانه وان دي وانها علاقة مليانة حب. عالفاكة علاقة فعلا مليانة حب. مليانة حب قوي. بس ممكن يكون فيه خلفات. فيه فيه انت اتقمصت منه برج العرب. خاتم منه موقف. عمل حاجة. عمل حاجة يعني مشي. اكيد برج العرب ما بيقلبش كده. اه ولكن انت شايف اللي فيها حب كتير قوي. العلاقة دي فيها حب كتير قوي. فيها مشاعر جميلة قوي. فانتو اللي كان مشاعركم متساوية. ولكن حصل سوق تفاهم مش اكتر. وتطيبها تدعو البعض ان شاء الله بإذن الله. او انت ناوي اترام التواسق. لو انت يا برج العرب اه اللي مشيت وصبت العلاقة. لو انت اللي مشيت او متكرر تمشي. ركز معي بقى. لو متكرر تمشي ومكرر ترفض عرض المصالحة. وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني. النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب. خليك في العلاقة. ما تنسوش. لان اه الشخص ده بيحب تقول. قوي. وشايفك نصة تانية. وشايف ان العلاقة مليانة مليانة حاجاتي. يعني يعني لو بازت هتبوز معها حياة كتير قوي. لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده. اه بالنصيحة حتى. يعني دي برضه شخص بينصح. فممكن تكون انت كنت بتنصحه. اه ممكن يكون اه كان اه في ازمة في حياته وانت عدته منها. المهم ان او شاعر معك بمشاهد حلو قوي. فالنصيحة بتقولك ما تمشيش. بس سمحت. ما تمشيش يا برج العرب. وانتظر. اه هو هيتصلح. لو في حاجة مش عكبك في العلاقة هتتصلح. وما تخافش. وخش بقلب جامل. وبطل بقى تحكم اه تحكم نفسك. بطل تبقى عنيد. ومتمسك برأيك. بدون اي اه داعي. لانه اه ايضا 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 ايضا. على امام برضو نصيحة نحنة. اه هو بيحبك قوي على فكرة. والنصيحة بتقولك لو سمحت ما ترفوتش العرض. جالك بعرض مصلحة. وعلى فكرة برضو دكرت الخاطئ. واخد واخد قرار على فكرة. عايز يارجع. واسكنت بتتكلمه دلوقتي اهد عليه. اهد عليه. لانه هو عمال اللي يدافع نفسه كتير اوي. يظهر بنكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم اعملت حاجة. والله لأ والله لأ. برج العرب هقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب. ده لات برج العرب بالتحجيلة. متملكة. ودي مش عيب. مش عيب. متملكين ده مش عيب. اه لكن تخنق اللي معها لا. لكن متملكين اوي. ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم همه بس. فممكن زي ما قلتلك انه اه اه او زي قلتك يعني عموما انتو شايفين انه هو اه مهتم بحاجات تانية. وسايد كنتو. منتحبوش كده ده برج العرب بيحب الاهتمام قوي يعني. فبنشوف اللي مخاصلين. ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خلاص طاقة تانية. ولو شفتها شابعت خلاص. انما لو شفت ان النهاية مختلفة شابش عقل الشعر ده بيحبين. اه بيبقى مش بتاعهم. لان الطاقة دي ممكن تبقى مو نسمو يعني يعني معكش عن بعض حاجة خالص 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 خالص. مفصلين البرج العرب. مشاعر ايه حاليا. ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه مهتم. اه هو حاليا اه مش هقول مستقر. ولكن هو اه شايف نفسه الايام دي. وابدأ يبصل نفسه. وابدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية. اه. خرج خرج برسجن افكار. فكما بيتعامل مع حد برج الجوزي ايه برج العرب. اه. بص يا برج العرب هو حاليا اه خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه. العلاقة بازت طبعا. فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها. وابدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عاش فيها سواء اللي هي الم الفراء ولاحظة الفراء نفسها. اه سواء يعني شديته مع بعض اي حاجة. وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته. اه سواء كان هيتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية. لان ده شخص مستقر. وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر ناوي هو طبعا مجروح. بصل دي يعني مرحلتين من مراحل وجعي لقلب عبوبة. فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر ده. قلبه مجروح منك. جامد قوي. وتعبان قوي. ممكن من غيرك. مش منك. ممكن تكونوا ما عملتولش حاجة. هو اللي مش. فهو من غيرك تعبان. وناوي يرجع تاني العلاقة لانه واكتشف ان انت السول نيب بتاعه. ممكن تكون تعالوا محابل برج الجوزاء يعني او مزان. برج هوائي هو تاني. وهوائي برضو. مش عارف في ايه بس تمام. آآ آآ بدأ يكتشف ان انت السول نيب بتاعه. انت يعني انت شخص الجميل اللي في حياته. وانت الحب الحقيقة. وهيرجع توازن العلاقة ده ان شاء الله بإذن الله تاني. هو يرجع لتوازن العلاقة تاني. اه. ناوي ان هو مش بقول لكم. آآ استقر هو مستقر دلوقتي في مشاعره. هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها. وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. هو آآ حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره. وآآ وبعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر. طبعا ما نزعل قوي لما نعرف من اللي بيديه عنه مستقر. لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده. افرحوا بقى. ممكن يكون ازانة يعني. ازال الشخص ازال برج العرب. فهو ما ادخلش هو كان كده. وآآ عايز يرجع. ولو بتعاملوا بحاجة برج الجلساء زي مغتلكم. او برج الميزان. او برج آآ كرابو. فهو انه يرجع. وآآآ 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 مش حاجة واشة. طعب. العزاب بقى اللي هو ما فيش حد في حياتهم. او آآآ بقالهم فترة طويلة او ما رتبطوش. لان العزاب دول بيبقوا مش مفاصلين. حتا لو كانوا مفاصلوا. لقالهم فترة طويلة او ما رتبطوش. هلاني قسم الورق الاول عشان عزاب دول حبيبي. ممكن يكون آآ شخص ده هيزعر في شهر التمانية مش سبع يعني. آآآ المساعد ممكن يكون بغاية الرقل. عمدي جي يخل بغاية الرقل بحبك بغاية الرقل. في حد ده هي مفحاتنا علقة. مشاعره ايه? وناوي عليك. الحمد لله اخر حاجة دي بتعجيبني في الموضوع. طيب قبل بس ما بتجي في اخباءة. بس الحاجة بس هنا. بس البرج الاعرف. آآ الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائن زيت. وآآ ممكن يكون برضو برج الاسد برضو. آآ او برج اكراب. آآ الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص آآ قديم برضو. ما او آآ شخص من الماضي برضو. آآ ممكن مكونش كان فيه علاقة اصلا ما بينه. آآ ولكن هو يحمل مشاعر خياضة قوي دي. قوي 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 يعني. وآآ ممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت آآ موتة زبزبة خي الماضي. يعني كان بيخش بحياتك ويخرج تاني بسرعة. يعني يتكلم شهر ويغير تلات شهر ست شهر. ما مكنتش عارفه وعايز منك ايه. وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني. فهو راجع تاني. وآآ ممكن يكون شخص جديد بقى. شخص آآ يعني آآ يعني شخص حبوب جدا. وآآ وبيحمل مشاعر طيبة لك. وآآ يعتبر السلميت بتاعك. او شبهك. لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك. شبهك بس مش اكتر. وآآ مشاعره ايه? هو مشاعره مندفعة جدا عليك. وآآ عايزك. وآآ عايز يقفل عليك الشابتر زي انا بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استقرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارة كنت. مختارة كنت وعايزة. ممكن تكون كانت علاقة سلاسية وهترسع عليكم تلكين بس. مم. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. وآآ زي ما قلت لكم حد بقى دين. بقى الفترة جديدة قوي ما اتكلمش معاكم. وآآ كانت علاقة سلاسية. وآآ انت سبت ومشيت. او بقى حصل فراء وخلص. هو حصل الفراء. وانت بعدت عنه. ولكن القدر رجعت تاني. دي عجلة الحظ. انتقدر لك في لفته. ورجعه تاني. وآآ هو شخص طيب على كلها مش وحش. وآآ اخترك انت. وجايلك باقصى سرعة آآ عنده. بس خلي بالك. ان المشاعر بتاعته المشاعر مش مستقرة. خلي بالك يعني. آآ يعني مش مستقرة بيفكر كتير قوي 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 قوي. والآن من الخطوة اللي هو هياخدها. دي مشاعره. الآن. آآ بس هو عايز يجي. وآآ عايز يستخر عليك. ويقفل زي ما قلت لك عبا. يقفل الشابتر عليك انت. شابتر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لانها زي ما قلت لك ما كنت تكون كانت علاقة سلاسية. وآآ حبك انت وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده ستة كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني آآ آآ حصل الشتياء. ده معنى اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. والشخص التالت سابه لو علاقة سلاسية خلاص راحت. وآآ هيرجع لك انت. لانه مش عارف يعيش من غيرك. مش عارف اصنع. كل ما ايجي ينامي في تكر الزكريات اللي فاتت لها. فهو راجع تاني. وآآ عايز يدي فرصة للعلاقة دي مرة تانية. ده طاقة تالتة خالص يا برج العرض. عشان ناس اللي بتتخرج ما تقولش دي طاقة تانية مكملة مع تفلاء. ده العزاد. اللي بقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا. يعني عارفون بعض ولكن لاحد يتكلم ولا حاجة. ولكن انت اكتشفت ان في طرف تالت وست ومشيت. فهو نهى الطرف التالت. ونهى خالص النوضوع ده. وجاي لك انت يفتح معاك اللي هو دي. طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده. انه ده عرض عموما. حتى لو كان عرض قديم هو عرض. مشاعرك ايه? اه. يا ايه جت معاك مينة? جت معاك مينة? انت انت هتبقى فرحانة قوي 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 بالموضوع ده. هتنتصر. هتحس ان انت انت انتصرت يا برج العرض. هتحس ان انت انتصرت. اه انتصرت بيه هو. وتقريبا زي ما قلت لك هو سابت. او انت سبته. وزيلت قوي على علاقة اللي فاتد دي. بس ما تقلعش. هو بيفكر فيك وعايزك. ومشاعرك هتستقرن. والموضوع هيمشي للي انت عايزه. هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بازن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتعت على خير. ابراج المائية هقول الحمد لله بتمتع على خير هيا. فآآ برج العرب بقى يتمنى تكون القرار عاجبتك. وبعيد تاني آآ طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة. وانا بعملها تلاتة كده. عشان الطاقات ايه? هي ممكن تكون القصة شابهت. ولكن حدست مع حد تاني خاطر. عشان الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بتفكرش اصلا والتالتة حد آآ ليه علاقة يعني مختلف كميما او بيفكر ينتقم مسلا ولا حاجة فلا. ملاش قدمه علاقة. والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا. عندنا خارطة الابراد آآ شمسي طالع آآ وآآ قمر. فممكن يكون آآ الشمس بتاعه الكود والقمري عقرب والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد. اتفضل يا سيدي. فخلاص الدنيا يعني كده. يعني انا مسلا كل تقاطي مائيا. اصلا. خوط وسرطان وعقرب. مهضة الليلة كلها. فا اتمنى تكونوا كرانة عجبتك يا برج العرب اللزوز. وان شاء الله بالإذن الله تلقى.